قصص من عبق التاريخ فيها من الجمال والعبرة والحكمة والحنكة ما يأخذك إلى عالم الخيل والتشويك القصصي لقصص من قديم الزمان أرجو أن تنالي القصة إعجابكم ولا تنسوا عمل لايك للفيديو وتفعيل الجرس وهذا يدعمنا كثيراً تقدم الصعلوق الثالث لا يحكي حكايته لصاحبة البيت والحاضرين فأخبرهم أنه كان ملكاً وأن مدينته كانت تقع على ساحل البحر وأنه مغرم بالسفر في البحر للنزهة والتفرج على عجائب الدنيا وأنه كانت لديه مراكب كثيرة من أجل هذا الغرض وأضاف الصعلوق أنه قد أمر بتجهيز عدة مراكب للسفر في رحلة طويلة مع بعض الأصدقاء والمقربين منه وأنهم قد سافروا في البحر مدة عشرين يوماً ثم هبت عليهم عاصفة شديدة أظمت على إثارها الدنيا وعندما هدأت العاصفة وأشرقت الشمس بعد عدة أيام اكتشفوا أنهم كانوا قد تاهوا في عرض البحر وأنهم قد تاهوا في منطقة خطيرة في البحر تسمى منطقة جبل الموت الأسود وهو جبل من حجر أسود يسمى جبل المغنطيس فاتجه الجميع بنظراتهم إلى الصعلوق الثالث الذي واصل حكايته قائلاً كانت الريح تدفعنا بقوة نحو ذلك الجبل وكان الجبل يجأذبنا بقوة مغنطيسيته ولم تكن لدينا خدرة على التحكم في حراكة المراكب أو تغيير اتجاهها حتى نتحاشى الاستضام بذلك الجبل العمليق وقد رأينا الكثير والكثير من المراكب المحطمة نتيجة لاستضامها بالجبل ورأينا في وسط البحر قبة كبيرة من النحاس الأصفر مرفوعة على أعمدة من الرخام وفوق القبة يقف فارس من البرونز على ظهر فراسه وفي يد ذلك الفارس رمح من نحاس ومعلق في صدره لوح من الرصاص منقوش عليه أسماء وتلاصم سحرية أيها الملك ما دام هذا الفارس راكبا على فراسه فسوف تتحطم جميع المراكب التي تمر من تحته ويهلك جميع ركابها وليس هناك خلاص إلا أن يقع هذا الفارس من فوق فراسه وينكسر رمحه حتى يفقد قوته السحرية فلما رأينا ذلك علمنا أننا هالكون لا محالة وقد تحطمت مراكبنا نتيجة اندفاعها نحو ذلك الجبل وقد هلك معظم من كان معي بالفعل لكن الله نجيني فتسلقت لوحا خشبيا حتى وصلت إلى سلالم محفورة في الجبل فقادتني إلى قمة الجبل ففرحت بسلامتي وحمدت الله على نجاتي فرأيت قبة على قمة الجبل فدخلتها لأستريح فيها لكنني نمت فرأيت في منام من يقول لي إذا استيقظت من منامك فاحفر تحت رجليك تجد قوسا من نحاس وثلاثة سهام من رصوص منقوشا عليها طلاصون فخذ القوس والسهام واضرب ذلك الفارس الواقف بفرسه فوق القبة حتى ينفك السحر ويسقط الفارس في البحر فتريح الناس من شره فإذا فعلت ذلك فإن البحر يطفو وتجد أمامك زروقا فيه فارس غير الذي رميته في البحر وبيده مجداف فاركب معه ولا تنطق بكلمة واحدة فإنه يحملك إلى بر السلم ومن هناك تستطيع أن تجد من يعود بك إلى بلدك وتوقف السعلوق الثالث عن متابعة حكايته والجميع ينظرون إليه وكانوا مندهشين ثم واصل حكايته قائلا فلما فعلت ما أمرني به الهاتف هاج البحر وعلى حتى ساوى الجبل ورأيت زروقا وبداخله فارس من نحاس معلق في صدره لوح من رصوص منقوش فيه تلاصم سحرية فنزلت في الزروق دون أن أنطق بكلمة واحدة فحملني الزروق وسوربي في البحر حتى رأيت جزائري السلام ومن شدة فرحي هللت وشكرت ذلك الفارس النحاسي الذي أنقذني ولشدة دهشتي قذفني الزروق في الماء وعاد من حيث أتى تاركا إياي بين الحياة والموت ولكن من رحمة الله به أنني كنت أجيد العوم فأخذت أصارع الأمواج حتى وصلت إلى أقرب جزيرة إلي وسكت الصعلوق الثالث قليلا ثم واصل حكايته قائلا وجدت نفسي على ظهر جزيرة صغيرة محاطة بالأمواج من كل مكان ليس عليها بشر سوء لكنني رأيت بعد قليل مركبا محملا بالبضائع وعليها مجموعة من العبيد تقترب من الجزيرة فأسرعت أتسلق جذع شجرة وأخذت أراقب ما يحدث فرأيت مركبا يرس على شاطئ الجزيرة ثم نزل منه العبيد وهم يحملون الفؤوس والمعاولا واتجه إلى وسط الجزيرة وحفر حفرة فظهر تحتها باب كبير يؤدي إلى بيت تحت الأرض ثم اتجه إلى المركب ونقل جميع ما فيه من خبز ودقيق وعسل وسمن وفاكهة ولحوم إلى داخل ذلك البيت تحت الأرض حتى عادوا إلى المركب وأخرجوا شيخا مهيبا معه صبي غاية في الحسن والباب فأدخلوا الصبي داخل البيت ثم أغلقوا عليه البيب وأعادوا التراب فوقه ثم غادر الشيخ والعبيد الجزيرة في المركب فلما ابتعدوا نزلت عن الشجرة وحفرت التراب ثم فتحت الباب فرأيت تحته سلما قادني إلى داخل البيت غاية في الروعة والنظافة ورأيت الصبي جالسا في حجرة على فراش فاخر تملكه الخوف لكنني أمنته على نفسه وأخبرته أنني لا أريد به شرا وإنما جئت لكي أكون أنيسا له في وحدته ولكي أسهر على خدمته فسألته عن حكايته ولماذا يسكن تحت الأرض وحيدا هكذا فبدأ الصبي يحكي لي قصته فقال إن والدي تاجر جواهر ثري وعندهما مليك وعبيد كثيرون يسافرون بتجارته إلى البلاد البعيدة وقبل مجيء إلى الدنيا لم يكن أبي قد رزق بولد قط وقد رأى ذات يوم في منامه أنه سوف يرزق بولد لا يعيش طويلا فلما وضعتني أمي جمع أبي المنجمين وقص عليهم ما رأوه في منامه فقالوا له ابنك يعيش خمسة عشر سنة ولكنه سوف يتعرض لمخاطر إن سلم منها فسوف يعيش زمنا طويلا وسبب موته أنه يوجد في بحر الهلكات جبل يسمى بجبل المغنطيس وعليه فارس نحاسي فمتى وقع ذلك الفارس عن فرسه هو الذي يرمي الفارس النحاسي عن فرسه وهو ملك اسمه عجيب ابن الخصيب وقد حرس أبي على تربية وحماية حتى بلغت خمسة عشر سنة ولكن بالأمس وصل خبر إلى أبي يقول إن الفارس قد وقع في البحر فخاف أبي علي من القتل وسارع بنقلي إلى هذا المكان الذي أعده تحت الأرض منذ فترة حتى أعيش فيه أربعين يوما حيث ينقضي الخطر وأنجو وسكت الصعلوق الثالث قليلا ثم قول متعجبا فلما سمعت قصة الفتى قلت في نفسي أنا الذي تنبأ المنجمون بقتلي لهذا الصبي والله لن أقتله ولن أمسه بأذى حتى أثبت أكذب هؤلاء المنجمين فإنني وهبت نفسي لخدمة ذلك الصبي حتى يزول عنه الخطر ويعيش لأبيه الشيخ وهكذا مكست مع الصبي أخدمه ليلا ونهارا وسعد الصبي بوجود معه حتى يقضي الله تعالى أمرا كان مقدورا وكنت أنا السبب عن غير قصد مني في قتل ذلك الصبي في الليلة الأربعين وذلك حين أمسكت سكينا لكي أقطع له بعض الفاكهة لكنني تعثرت وسقطت بالسكين على الصبي فعلمت أن ما قدره الله تعالى لابد أن يكون وكذب المنجمون ولو صدقوا وأن الحذر لا يغني عن القدر وأن الموت لابد أن يأتي المرء حتى لو كان في بروج مشيدة وهكذا فررت من البيت في اللحظة التي جاء الشيخ التاجر ليطمئن على سلامة ولده وغادرت الجزيرة قبل أن يلحق به حتى وصلت إلى البر وظللت أسير عدة أيام حتى رأيت نيرا تلوح من بعيد فلما وصلت إليها وجدت قصر شامخ البنيان وعليه باب من النحاس الأصفر فجلست أستريح أمام بابي القصر ولم أكد أستريح قليلا حتى أقبل علي عشرة من الشباب معهم شيخ مهيب والجميع يرتدون فاخر الثياب لكنهم جميعا عورا بالعين اليسرى فتعجبت من ذلك وسألوني عن قصتي فحكيتها لهم فأشفقوا علي وأدخلوني معهم إلى القصر فرأيت فيه أفخر الأثاث وأفخم الطعام وقالوا لي إن أردت أن تعيش معنا فلا تسألوا عن أحوالنا وهكذا قضيت معهم عدة أيام وكانوا خلالها يلطقون وجوههم بالسواد ويلطمون ويمزقون ثيابهم فتضايقت من ذلك وقلت لهم أنتم بحمد الله تتمتعون بكامل عقولكم وهذه الأفعال لا يفعلها غير المجانين بالله عليكم أخبروني بسبب تصرفاتكم وسبب فقد عينكم وإن لا تركتكم فقالوا له من الأفضل ألا تعرف سرنا وإلا سرتا مثنا لكنني كنتم صرا على معرفة السبب حتى يبطلاء العجب فلما رأوا إصراري أحضروا كبشا وذبحوه ثم سلخوه سندخلك داخل هذا الجلد ومعك سكين ثم نخيطه عليك وبعد قليل سيأتي طائر الرخ العظيم ويحملك إلى مكان بعيد فمزق الجلد بالسكين وأخرج منه تجد قصرا غريبا فادخله ونرجو أن يكون حظك أفضل من حظنا فلما أدخلوني داخل جلدي الكبش حملني الرخ العظيم وطار بي إلى ذلك المكان البعيد فخرجت من الجلد ومشيت حتى رأيت القصر فدخلته ووجدت فيه أربعين فتاة غاية في الحسن والجمال فلما رأي أني رحبن بي قائلات في نفس واحد أهلا وسهلا بك ومرحبا ثم أجلسنني على فراش وثير وقدمنا لي أفخر الطعام وهكذا عشت في القصر معززا مكرما حتى مضى شهرا فقالت لي الفتيات نحن بنات ملوك الجان وقد حين موعد عودتنا لزيارة أهلنا وهي نحن نسلمك مفاتيح القصر وفيه أربعون غرفة من حقق أن تفتح تسع وثلاثين غرفة لكن حذري أن تفتح الغرفة الأربعين حتى لا تفارقنا فوعدتهن بذلك ثم ودعتني الفتيات واختفينا من القصر وهكذا وجدت نفسي وحيدا في القصر فقلت لماذا لا أجرب وفتح الغرف فتحت الغرفة الأولى ودخلتها فوجدت فيها قصر جميلا حوله بستين مثمرة وأشجار عليها طيور مغردة وأنهار جارية وأزهار متفتحة فانشرحت نفسي ورحت أجول في المكان حتى شبعت منه فأغلقت الغرفة الأولى وفتحت الغرفة الثانية فوجدت قصرا أروع من الأول وبستانا أجمل منه وفي الغرفة الثالثة وجدت قاعة فسيح مفروش بالرخام الملون والأحجور الكريمة والطيور المغردة وفي الغرفة الرابعة وجدت أربعين خزنة مليئة بالذهب واللؤلؤ والياقوت وغيرها من الجواهر الثمينة وهكذا رحت أنتقل من غرفة إلى غرفة وفي كل غرفة أجد شيئا مختلفا عن الشيء الذي وجدته من قبل حتى وصلت إلى الغرفة الأربعين فترددت في فتحها لكنني نسيت تحذير الفتيات لي وهكذا فتحت الغرفة الأربعين وخطوت بداخلها فرأيت حصونا أسودا أمامه وعاء من البلور فيه سمسم مقشور ووعاء آخرا فيه ماء ورد ومسك وعليه سرج من الذهب فقلت في نفسي لماذا لا أركب هذا الجواد وأتنزه به قليلا وما أن ركبت الجواد حتى صهل بي بصوت كالرعد وفتح جناحيه ثم طار بي وحطني على سطح وضربني بذيله فأتلف عيني الشميل فلما نزلت عن السطح وجدت نفسي في قصر العوري العشرة فلما علموا ما حدث لي طردون شر طردة فسافرت من بلد إلى بلد ثم دخلنا نطلب الطعام فتعجب الحاضرون من حكاية الصعلوق الثالث وقال الصاحبة البيت ملس على رأسك واذهب لحال سبيلك فقال الصعلوق الثالث لا أذهب حتى أسمع حكاية هؤلاء التجار لما انتهى الصعلوق الثالث من حكايته نظرت صاحبة البيت إلى الخليفة ووزره والسيف وهم متنكرون في هيئة تجار وأنتم ما حكايتكم أيها التجار فتقدم الوزير وحكى لها ما حكاه لها من قبل من أنهم تجار ضلوا طريقهم فقال الصاحبة البيت لقد عفوت عنكم اذهبوا لحال سبيلكم وأمرت عبيدها أن يطلقوا سراحهم قال الخليفة للصعليق الثلاث إلى أين تذهبون وأين تبيتون ليلتكم فالتفت الصعليق لبعضهم وقالوا لا ندري فقال الخليفة لوزره خذهم واحضر الفتيات الثلاث أيضا والكلبتين حتى أقف على أمرهم وفي اليوم التالي أحضر الوزير الفتيات الثلاث والكلبتين وأحضر الصعليق الثلاثة إلى قصر الخليفة وبهت الجميع عندما علموا أن التجار الثلاثة هم الخليفة ووزيره وسيافه وطمأنهم الخليفة ثم قال مخاطبا النساء الثلاث ما هي حكايتكم وما هي حكاية هاتين الكلبتين فتقدمت صاحبة البيت قائلة إن لي حكاية أعجب من العجب وسوف أقصها عليك يا مولي حتى تزول دهشتك فقال الخليفة وبدأت صاحبة البيت تحكي قصتها قائلة إن هتين الكلبتين هما أختها شقيقتها من الأبي فقط ولكن من أم أخرى غير أمها وهي قد مات والدها تاركا لهن ثروة تقدر بحوالي خمسة ألاف دنور وأنها كانت أصغر من أختيها وأن كل واحدة من أختيها قد تزوجت ورحلت مع زوجها التاجر وقد أخذت أختها النقود التي تركها والدهن ولم يترك لها سوى مبلغ ضئيل جدا لكنها استطاعت أن تنمي هذا المبلغ الصغير في التجارة حتى بارك الله فيه وصار كبيرا وبعد خمس سنوات كانت قد كونت ثروة لا بأس بها لكن أختيها عادت إليها فقيرتين بعد أن فقدت كلا منهما ما لها وطلقت من زوجها فسألها الخليفة قائلا وماذا فعلت مع أختيك عندما عادت إليك فقيرتين فقال الصاحبة البيت استقبلتهما أحسن استقبال وأكرمتهما غاية الإكرام فعاشت معي تنفقين من مالي وتشترياني أفخر الطعام حتى كان ذات يوم فجهزت مركب بالبضائعي للسفر به إلى الهند فقلت لأختي هل ترغباني في البخاء هنا حتى أسافر ببضاعتي إلى الهند أم تأتيين معي فقالت بل نأتي معك لأننا لا نقدر على فرقق لحظة واحدة فوفقت على سفرهما معي وكان معي مبلغ كبير من الميل فأخذت نصفه وخبأت النصف الآخر في منزلي وهكذا سفرنا نحن الثلاثة مع البضوعة وبعد أن سرنا في البحر عشرين يوما ظل بحورة المركب الطريق فتاهت المركب في بحر غير الذي نريده ودخلنا في بحر آخر وبعد عدة أيام من السفر ظهرت لنا مدينة عن بعد فقلت للريس ما هذه المدينة؟ فقال مستنكرا هذا الطريق ما سرت فيه من قبل وهذه المدينة ما رأيتها؟ فقلت له وما العمل الآن؟ فقال الريس من رأي أن تدخلوا هذه المدينة وتخرج بضائعكم فتبعوها وتربح وتشتر بضائع غيرها فقلت في نفسي هذه هي الفكرة ورست المركب على ساحل تلك المدينة ثم نزل منها الريس لإستطلاع المدينة وبعد قليل عاد ليقول لنا والدهشة املأ وجهه اخرجوا إلى هذه المدينة حتى تتعجبن من صنعه في خلقه وتستعذن من سخطه وسكتت صاحبة البيت قليلا ثم قالت نزلن من المركب وتوجهن إلى أبواب المدينة فرأينا حراسا واقفين على الأبواب وبأيديهم حراب وعصى لكننا عندما اقتربنا منهم وجدناهم ممسخين أحجارا سوداء فتملكتنا الدهشة من ذلك وعندما دخلنا الأسوق وجدنا كل البضائع باقية على حالها خاصة الذهب والفضة والجواهر والأحجار الكريمة وتفرقنا في شوارع المدينة أنني اتجهت إلى قصر الملك فوجدت فيه كل شيء من ذهب وفضة ورأيت الملك جالسا في كرسيه وحوله حراسه وكل شيء كان مرصع بالجواهر الكريمة وقد تحول الجميع إلى حجارة وجدت كلا من هو حي ممسخين حجارة وفي النهاية رأيت بابا مفتوحا فدخلته فوجدت فيه سلما بسبع درجات فصعدت فيه فدخلت غرفة مفروشة بسججيد فاخرة وجدرانها من الرخيم المسقول وفي وسطها سرير من مرمر مرصع بالدر والجواهر وعلى كرسي مذهب رأيت جوهرة مضيئة بحجم بيضتي النعمة وهي تضيء الغرفة كلها بضوء صوطع ورأيت عددا من الشموع المقدة في ركن الغرفة فقلت في نفسي لابد أن أحدا أوقدها وهكذا وقفت متحيرا وأخذت أبحث في المكان عما يمكن أن يكون قد أوقد هذه الشموع ولم تطل حيرتي كثيرا فبعد قليل سمعت صوتا يرتل الكرآن الكريم وكان صوتا حسنا رقيقا وخاشعا وكان يأتي من باب مفتوح داخل الغرفة فتوجهت إليه في حذر ونظرت من خلاله فرأيت مسجدا صغيرا ورأيت سجادة مفروشة في محراب المسجد يجلس عليها شاب حسن الملامح والثياب وأمامه مصحفا يرتل منه الكرآن ترتيلا فتعجبت من ذلك وألقيت عليه السلام فقطع ذلك الشاب قرأته ورد علي السلام فقلت له بحق الله وبحق ما تتلوه من كلام الله أرجو أن تخبرني بما جرى لهذه المدينة وكيف صار كل أهلها مسخطين حجارة هكذا ولماذا نجوت أنت من بينهم وكيف نجوت لقد أقسمت علي بالله وكلامه وهاء أنا ذا أجيبك فأنصطي والطعظي هذه المدينة المسخوطة هي مدينة والدي لقد كان أبي ملكا عليها وكانت أمي ملكة ولابد أنك رأيتهما وأنت في طريقكي إلي مسخطين حجارة مع بقية أهل المدينة لقد كان أبي وأمي وأهل هذه المدينة مجوسا يعبدون نورا من دون الله الواحد القهور ولم يكن أبي قد رزق بولد حتى رزقه الله بي في آخر عمره فعهد أبي بي إلى المربين حتى كبرت وسار عمري خمس سنوات وكان لدينا امرأة عجوز طعنة في السن وكان يكرمها لكبر سنها ويحسن إليها وهو يظن أنها على ديني المجوس ولكنها كانت مسلمة لكنها كانت مسلمة وتخفي إسلامها عن أبيه فلما كبرت قليلا سلمني أبي إليها قائلا خذ ابن هذا فربيه وعلميه أحوال الدنيا وأحسن تربيته فأنا لا أأتمن أحدا غيرك عليه فأخذتني العجوزة وعلمتني أركان دين الإسلام من شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج وقامت بتحفيظي الكرآن الكريم سرا حتى أتممته كل ذلك وأنا أكتم أمرها وأمري عن أبي وأهل المدينة حتى لا يقتلني ويقتل تلك المؤمنة الطيبة وسكت شاردا في حزن ثم قال وقد ماتت العجوز المؤمنة بعد مدة قليل من الزمن وزاد أهل المدينة في كفرهم وتغيانهم وضلالهم وزاد ليلة سمع الجميع صوتا يأتي من السماء كأنه صوت رعد قاصف وكان الصوت يقول منترا يا أهل هذه المدينة ارجع عن عبادتي النيران فلما سمع أهل المدينة هذا الصوت المدوي كالرعد فزعوا واتجهوا إلى أبيه فطمأنهم قائلا لا يفزعنكم هذا الصوت ولا يردنكم عن دينكم فانصرف الناس آمنين واستمروا على عبادة النيران حتى مضى عام فتكرر سماع الصوت في نفس المعاد من العام التالي والعام الذي تلعه ولكن أهل المدينة استمروا على كفرهم وعنادهم فنزل عليهم سخة من السماء مسخهم حجارة سوداء كما رأيت في كل مكان بالمدينة ولم ينج من هذا البلاء أحد غير ومنذ ذلك اليوم وأنا لأنقطع عن الصلاة والصيامي وتلاوت الكرآن الكريم فلما انتهى الشاب من كلمه تعجبت صاحبة البيت مما سمعت وقالت له أيها الشاب أنا من مدينة بغداد وقد كنت في رحلة مع أختي إلى بلاد الهند لكن رئيس المركب والبحورة قد ضلوا طريقهم حتى دخلنا هذا البحر ووصلنا إلى هذه المدينة ولعل ذلك حدث لحكمة يعلمها الله وهو أن أتي إلى هنا وأنقذك من وحدتك هل تأتي معي إلى مدينة بغداد فلما سمع الشاب حدثها ارتاح قلبه لها ووافقها على الذهاب معها بشرط أن تحقق له رغبته وتكون زوجته فقال الصاحبة البيت موافقة إن شئ الله أن نتزوج بمجرد وصولنا إلى المركب والتقائنا بأختي وريس المركب والبحورة وهكذا بدأ الشاب والفتاة يجمعين كل ما يخف حمله وغلى ثمنه من تحف وجواهر القصر ثم غادر القصر وسير في شوارع المدينة حتى وصل إلى المركب فوجز الأختين والآخرين في انتظارهما على أحر من الجمر وسألت الأختين أختهما عن هذا الكلب الذي معها فقصت عليهما قصته وكيف أنه هو الوحيد الذي نجاه الله بإيمانه من بين جميع سكان المدينة وأخبرتهما بأنه سيأتي معهما إلى بغده وأنهما قد أحضروا معهما الكثير من الجواهر النادرة فلما سمعت الأختين ذلك وشاهدت الجواهر النادرة تملكتهم الغيرة وأكل الحسد قلبيهما من أختهما التي فازت بالزواج الملكي وكل هذه الجواهر الثمينة وسيلت الدموع من عيني صاحبة البيت وهي تواصل حكايتها للخليفة قائلة وعندما ركبنا المركب عائدين إلى بغداد كانت أختي قد اتفقت على الغدربي والكيدلي وما حدث بعد ذلك كان مؤلما وقاسيا ولم أتصور حدثه من أختي برغم الإحسان إليهما فما أن خرجنا من بحر الخوف الذي تهن فيه إلى بحر الأمان متخذين طريقنا إلى بغداد حتى سارعت أختي بإلقائي أنا وذلك الشاب في البحر حتى تستولي على كل شيء أما الشاب المسكين لا أعلم عنه شيء لقد تهى في البحر وأما أنا فقد قتبت لي النجاح فأخذت أسبح حتى وصلت إلى جزيرة تتصل بشاطئ البحر فصعدت إليها وجلست السريح قبل أن واصل سيري فرأيت حية ضخمة مثل جزعي النخلة تجري نحوي وكأنها تستغيث بي ورأيت خلفها ثعبانا أسودا حتى أسال دمها وهو يريد قتلها فأمسكت حجرا ضخما وألقيته على رأسي الثعبان فقتلته واختفت الحية طائرة من أميمي فلم أعد أراها ثم جلست أستريح فنمت في مكاني وأنا أفكر فيما حدث لي من غدر أختي فلما استيقظت وجدت أمامي فتاة فتعجبت وسألتها من تكنين فضحكت الفتاة وقالت أنا الحية التي خلصتني من ذلك الثعبان لتعلمي يا أختاه إنني جنية وأن هذا الثعبان جني وأنك لما خلصتني من عدوي طرت مع الريح حتى وصلت إلى المركبة الذي فيه أختك فنقلت كل ما فيها من جواهر بضائع إلى بيتك في بغداد ولم أكتفي بذلك بل إنني سحرت أختيك إلى كلبتين سوداوين بعد أن علمت كل ما حدث لك منهما والآن قومي حتى أطير بك إلى بيتك فلما طورت بي إلى البيت رأيت هاتين الكلبتين فقالت الحية الجنية مهددة إن لم تضرب كل واحدة منهما كل يوم ثلاثمائة صوت حضرت إليك وسحرتك مثلهما وهذا هو سبب ضرب لهم يا مولئي وهذه هي حكاياتي كاملة فبهت الخليفة مما سمع لما انتهت صاحبة البيت من سرد حكايتها الغريبة تعجب الخليفة وتعجب الحاضرون ونظر الخليفة إلى السيدة الثانية قائلا وأنت ما هي حكايتك وما هو سبب الضرب الذي رأيناه على جسدك فقالت السيدة الثانية لقد ماتت أمي وأنا صغيرة فربوني أبي حتى كبرت ثم توفي والدي وترك لي مالا كثيرا ولم يمض وقت كبير حتى تزوجت من رجل ثري فعشت معه سنة كاملة ثم مات فورث عنه ثروة كبيرة وذات يوم كنت جالسة في بيتي فدخلت علي عجوز شمطاء لم أكن رأيتها قبل ذلك وقالت لي في توسل ورجاء إن عندي بنتا يتيمة وفي هذه الليلة يقوم عرسها ويعقد قرنها وأنا وهي ليس لنا أحد في هذه الحياة يكون معنا في ليلات فرحنا لقد جئت أدعوك يا ابنتي حتى تحضر عرس هذه الفتاء المكسورة الخوطر فتفزين بالأجر والثوب فلما قالت العجوز ذلك أخذتني الرأف والرحمة وقلت للعجوز اطمئني يا خيلة سوف آتي معك وأحضر عرس ابنتك كأنني أختها وسوف أعطي لها بعض مصوغي وأجمل الثياب حتى ترتديها في هذه الليلة وسوف أزينها بنفسي ثم نهط وارتديت أجمل الثيابي ومصوغي وأخذت بعضها معي ثم خرجت أسير مع العجوز فخرجنا من زقاقنا وسرنا في شوارع بغداد وطرقاتها حتى وصلنا سقيقا فخما في حي من أرقى أحياء بغداد فدخلناه وسرنا فيه حتى وصلنا إلى بوابة فخمة عليها قوة من رخام وخلف تلك البواب قصر فخم مرتفع البنيان حوله حذائق ذات أجار وثمار وأنهار وطرقت العجوز الباب ففتح البواب في الحال ودخلت العجوز تتقدمني وأنا أتعجب من ذلك وأقول في نفسي هل هذه العجوز البائسة تمتلك هذا القصر وعندما سرنا داخل القصر رأيت من التحف والأثاث ما لا عين رأت ولا خطر على قلب من قبل ولا تخيلت أن أره ومشينا أنا والعجوز في دهليز القصر حتى وصلنا إلى قاعة فخمة مفروشة بالحرير ومضاءة بالشموع والقناديل وفي صدر هذه القاعة سريرا من المرمر وعليه ناموسية من الحرير وما أن دخلنا القاعة حتى خرجت من خلف الناموسية فتاة غاية في الروعة والحسن والجمال وما أن رأتني حتى رحبت بي قائلة أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أختي لقد آنستني وشرفتني وجبرت خاطري فرددت عليها التحية بأحسن منها وتعجبت في نفسي قائلة هل من المعقول أن تكون هذه الصبية هي اليتيمة التي حدثتني عنها العجوز وهل من المعقول أن تكون الليلة هي ليلة عرسها أنا لا أرى أي مظاهر توحي بذلك ولم يطل تعجب كثيرا لأن الفتاة التي لاحظت حيرتي بادرتني قائلة أعذريني على أنني لجأت إلى هذه الحيلة حتى أحضرتك إلى هنا ولكن لم يكن أمامي سويها والحكاية باختصار أن لي أخا أحسن مني شكلا وحسنا وقد رأاك في أحد الأفراح وأعجب بكي ترجمة نانسي قنقر